موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و السلام على عباده الذين اصطفأ الأخوة المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا بكم في حلقة جديدة من هذه الحلقات بعنوان الميراث في كتاب الله تعالى سنبدأ هذه الحلقة إن شاء الله تعالى بتحليل معنى الأبوة في كتاب الله تعالى لما في ذلك من علاقة بأحكام الميراث يعني حتى الآن تعاملنا مع كلمة ولي أبويه في قوله تعالى ولي أبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد تعاملنا معها على أنها بمعنى الوالدين وذلك كون الوالدين هما المنطلق الأساس للأبوة في الاتجاهين وقلنا بوجود أي من الوالدين لا يرث الإخوة فوجود الإخوة تسبب فقط بإنزال نسبة الأم كوالدة أمام الأب كوالد من الثلث إلى السدس لاحظوا ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبوة فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس لاحظوا ذكر صيغة الأم لاحظوا ذكر صيغة الأم فإن لم يكن له ولد وورثه أبوة فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس هذه الصيغة فلأمه تبيلنا أن الوالدة ومقابلها الوالد تبيلنا أن الوالد ومقابلها الوالد هما من يحجب الإخوة حجب الأخوة يكون بأي من الوالدين إضافة لوجود أي من الأولاد أو الأحباد وقد بيّن ذلك بما فيه الكفاية أما الأجداد بالاتجاهين فلا يوجد في كتاب الله تعالى ما يشير إلى أنهم يحجبون الإخوة لا يوجد والجد والجدة في الاتجاهين يسمون في كتاب الله تعالى تسمية الأب لكن الأساس في مفهوم الأبوة هما الوالدان وهذا واضح في كتاب الله تعالى الأم تسمى في كتاب الله تعالى تسمية الأب وهذا ما نقرأه في النص الكريم الذي نحن بصدد دراسته لاحظوا ولأبويه لكل واحد منهما السلس الأب الأول أساسه الوالد انطلاقاً للأعلى والأب الثاني أساسه الوالدة انطلاقاً للأعلى وكما قلنا ونعود فنقول ما يحجب الإخوة هو أساس الأبوة أي الوالدان أو احدهما وهذا المفهوم للأبوة بمفهوم ينطلق من الوالدين صعوداً نحو الأعلى يصل إلى أبوين آدم وزوجه عليهم السلام نراه في قوله تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة إذن مفهوم الأبوة مفهوم الأبوة يستمر صعوداً من الوالدين كأساس باتجاه الأعلى وصولاً إلى آدم وزوجه عليهم السلام وهذا ما نراه أيضاً في قوله تعالى الذي يصور لنا قول يوسف عليه السلام واتبعت ملة آبائي واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب من المعلوم أن يعقوب هو والد ليوسف وإسحاق هو والد ليعقوب وإبراهيم هو والد لإسحاق الأبوة كصفة لا تقف عند الوالدين بل تتعداهم للأعلى في الاتجاهين في الاتجاهين باتجاه الوالد وباتجاه الوالدة للأعلى لكن أساسها هما الوالدة وما نراه أيضاً في كتاب الله تعالى أن إخوة الوالد يسمون تسمية الأب لاحظوا عم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قال نعبد إلهك وإله آبائك وإله آبائك وإله آبائك منهم؟ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق كما نعلم إبراهيم هو جد يعقوب وإسماعيل هو عم يعقوب وإسحاق هو والد يعقوب العم إسماعيل يوصف بأنه أب يعقوب لاحظوا آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إذن أخ الوالد يسمى في كتاب الله تعالى تسمية الأب ولما كانت الوالدة تسمى تسمية الأب كالوالد فإن أخ الوالدة يسمى أيضا تسمية الأب أخ الوالدة يسمى تسمية الأب وهذا ما نراه جريا في قوله تعالى لاحظوا ماذا يقول سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهم أو آبائهن أو آبائب أولتهم أو أبنائهن إلى آخر الآية الكريمة الأعمام كإخوة للوالد والأخوال كإخوة للوالدة والجدين بالاتجاهين وما على كلهم محمولون بكلمة آبائهم كلهم إذن أخ الوالد وأخ الوالدة يسمون في كتاب الله تعالى تسمية الأب لكن انتبهوا جيدا الأعمام والأخوال هنا في هذه الآية الكريمة ولي أبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد لا يدخلون هنا هنا لا يدخلون ضمن دلالات كلمة ولي أبويه لأنهم إخوة وليسوا آباء للوالد والوالدة ولأن ميراث الأجداد من الأحفاد هو بواسطة الوالد والوالدة كما سنرى إن شاء الله تعالى والإخوة لا يرثون من أخيهم إلا في حالة كلالة ولنا وقفة تفصيلية عند هذه الجزئية بالذات لنا وقفة تفصيلية عند هذا الأمر وبالتفصيل إن شاء الله سبحانه وتعالى هنا أيضا أود أن أقف عند قضية مهمة من قمة الجهالة من قمة الجهالة الاحتجاج بعطف بيوت الأمهات وبيوت الأعمام وبيوت الأخوال على بيوت الأباء لنفي صفة الأباء عن الأمهات والأعمام والأخوال هذا قمة الجهالة يقول سبحانه وتعالى ليس على الأعمى حرج ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت أعماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم ما نره هنا أن العطف هو لبيوت الأمهات ولبيوت الأعمام ولبيوت العمات ولبيوت الأخوال ولبيوت الخالات وليس عطفاً للأمهات والأعمام والأخوال على الأباء العطف هو للمضاف وهو البيوت وبيت الأب الوالدة لا يشترط أن يكون ذاته بيت الأب الوالد أو بيت الأب الخال أو بيت الأب العم انتبهوا جيدا العطف هو للبيوت العطف للمضاف وهو البيوت وليس لمضاف إليه عندما نقول قلم أحمد وكتاب أحمد وبيت أحمد هل من الممكن لمن يدرك الحد الأدنى من دلالات كتاب الله تعالى أن يقول لنا أنتم تعطفون أحمد على نفسه هل ممكن ذلك؟ مستحيل العطف ليس للمضاف إليه أحمد العطف هو للمضاف وهو القلم والكتاب والبيت أيضا هنا العطف هو للبيوت وليس للأمهات والأخوال والأعمام على الآباء هذا إضافة إلى أن كلمة أعمام ليست متوقفة على إخوة الوالد يعني على خط الصلب للأعلى للإنسان سواء باتجاه الوالد أو باتجاه الوالدة كل ذكر يعود نسب الإنسان إليه كل ذكر على الخطين يعود نسب الإنسان إليه فإن الأخ لهذا الذكر هو عمل الإنسان والأخت لهذا الذكر هي عمل الإنسان وأيضا كلمة أخوال ليست متوقفة على إخوة الوالدة على خط الصلب للأعلى للإنسان باتجاه الوالد وباتجاه الوالدة كل أنثى يعود نسب الإنسان إليها فإن الأخ لهذه الأنثى هو خال للإنسان والأخت لهذه الأنثى هي خال للإنسان يعني هنا أنا لا أود التوسع في هذه النقطة هذا أمر آخر فقط ودت الرد على من يتكلمون في هذه المسألة دون إدراك للحد الأدنى من قواعد نساء كتاب الله تعالى إذن في قوله تعالى ولأبويه ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد نرى صيغة الأبوة لاحظوا نرى صيغة الأبوة ولأبويه وهذه الصيغة ولأبويه نعم تشمل الوالدين كأساس لكن لا يمكن حصر دلالاتها بالوالدين فقط لا يمكن لو أراد الله تعالى الوالدين حصرا لما جاءت صيغة الأبوة ولأبويه ولما جاء الإبدال انتبهوا لكل واحد منهما السدس يعني لاحظوا ولأبويه ولأبويه لكل واحد منهما السدس الله تعالى لم يقل ولكل من والديه السدس يعني لم يضع صيغة الوالد بدل صيغة الأبوة ولم يحذف البدل لاحظوا ولأبويه لاحظوا لأبويه لكل واحد منهما السدس يعني كلمة ولأبويه تفتح خطي الأبوة انطلاقا من الوالد والوالدة باتجاه الأعلى ففي حين موت الوالد قبل والده الموروث منه وهو الجد والجدة من جهته يرث الجد والجدة من الحفيد بواسط هذا الوالد وفي حين موت الوالد قبل والدها الموروث منه ووجود الجد والجدة من جهتها يرث الجد والجدة من الحفيد بواسط هذه الوالدة إذن كلمة ولأبويه تفتح خطي الأبوة انطلاقا من الوالد والوالدة باتجاه الأعلى بعد ذلك ترد العبارة لكل واحد منهم السدس لتبين لنا النسبة لكل خط من هذين الخطين بأنها السدس يعني الأمر واضح في الموروث الفقهي اختلفوا في ميراث الجد والأخمان ذهب أبو بكر وعائشة وابن عباس وأبي بن كعب وأبو موسى الأشعري ومعهم مجموعة ذهبوا إلى أن الإخوة يحجبون بالجد قالوا الإخوة يحجبون بالجد وذهبت مجموعة أخرى إلى أنهم لا يحجبون بالجد إنما يلثون معهم من هذه المجموعة عمر الخطاب وعثمان وعلي ابن أبي طالب وابن مسعود وزيد ابن ثابت وغيرهم طبعا ما يوافق كتاب الله تعالى هو أن الجد والجدة لا يحجبون الإخوة ما يحجب الإخوة هو الوالد والوالدة أو إحداهما كما رأينا إذن وجود إخوة المتوفة وجود لاحظوا وجود إخوة المتوفة ينقص حصة الأم كوالدة أمام الأب كوالد من الثلث إلى الثلث بينما الجد والجدة يوصفان بصفة الأب وهي ريثان في حال غياب الوالدين ولا يوصف أي من خطي الأبوة كخطين بصفة الأم يعني والد الوالدة ووالدة الوالدة خط أبوة لا يوصف هذا الخط بصفة الأم ما يوصف بالأم هنا كمقابل والد هي الوالدة والوالد والوالدة هما أو أحدهما من يحجب الإخوة بينما مستوى الأبوة بدرجة أعلى من الوالد والوالدة لا يحجب الإخوة فلا يوجد نص في كتاب الله تعالى ويشير إلى أن الأبوة بمرتبة ما فوق الوالدين تحجب الإخوة إذن نقول قوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد هذا القول ترد فيه كلمة ولأبويه بصيغة الأبوة وبصيغة المثنى والجار والمجرور ولأبويه متعلقان بمحذوف خبر مقدم ويفتحا خطي الأبوة للأعلى ابتداء من الوالد وابتداء من الوالدة للأعلى يعني الوالد والوالدة كأساس بعد ذلك نرى بدلا وهذا أمر مهم بإعادة الجار والمجرور لكل لاحظوا ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد وهذا البدل يبين لنا نسبة كل خط من هذين الخطين في هذه الحالة وهي السدس وفي بعض الحالات يرث من الحفيد أربعة أجداد جد وجد باتجاه الوالد خط أول للأبوة بمستوى فوق الوالدين وجد وجد باتجاه الوالد خط ثاني للأبوة بمستوى ما فوق الوالدين أعود فأقول لو كان الأمر محصورا بالوالدين فقط لما رأينا صيغة الأبوة ولما رأينا الإبدال بتجار المجرور يعني لو كان الأمر محصورا بالوالدين لكان النص ولكل من والدي الثلث كنا قد وقفنا عند قوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه الثلث ورأينا أن هناك حالة مضمرة محمولة في باطن هذا النص هي حالة تحقق الشرط الأول فإن لم يكن له ولد وعدم تحقق الشرط الثاني وورثه أبواه أي حالة وجود والد ووالدة أو إحداهم مع زوج وهي ما يسمى في الفق الموروث بمسأة العمرية ورأينا أن الزوج ذكرا كان أم أنثى يأخذ نصيبه بالأول ويتقاسم الوالدان الباقي مناصفة بينهما وإن كان أحد الوالدين فقط مع زوج يذهب أحد الوالدين بالباقي بعدما يأخذ الزوج نسبته أولا يعني لأن الوالد والوالدة أو إحداهما هما أساس في معادلة المراث لم تذكر نسبة الوالدين في هذه الحالة لماذا؟ لأنهما أساس يذهبان بالباقي أو يذهب أحدهم بالباقي حين غياب الآخر هذا الأمر هو ذاته الأمر هو ذاته في حال وجود أحد الوالدين وفي الخط الآخر الجد والجدة من الأب الآخر أو في حال وجود أحد الوالدين وفي الخط الآخر الجد والجدة من الأب الآخر مع وجود زوج الأمر هو ذاته الأمر هو ذاته الزوج نسبته مذكورة في كتاب الله تعالى والجد والجدة معا في كل خط نسبته ما يستدس دائما كما سنرى إن شاء الله تعالى بينما الوالد والوالدة لم تذكر رسبتهما في هذه الحالة لماذا؟ لأنهما أساس يذهب بالباقي في ميراث الوالد والوالدة من ولدهما في ميراث الوالد والوالدة من ولدهما علينا أن نميز بين حالتين اثنتين إما أن يكون هناك ولد لولدهما الذي يريثان منه وعندها لكل منهما سلس لاحظوا ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ما هو الشرط؟ إن كان له ولد وإما أن لا يكون له ولد وهنا يكونان هما الأساس كما بينا فيأخذان الترك كاملة حينما يكونان وحدهما بحيث تأخذ الوالدة الثلث وإن كان لولدهما إخوة تأخذ الوالدة السدس وولد الباقي فإن لم يكن له ولد وورثه أبوها فليأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس يعني ما أود قوله في مستوى أبوة الوالد والوالدة هناك فارق بين أن يكون هناك ولد لولدهما الذي يريثان منه وبين أن لا يكون له ولد الوالد والوالدة كما بينا هم الأساس الذي يذهب بالباقي حينما لا يكون هناك ولد لولدهما المورث منه وهذا أمر واضح في نصوص كتاب الله تعالى ما يجب أن نعلمه أن مراث الأجداد من الأحفاد ومراث الأحفاد من الأجداد يكون من خلال واسطة هي الوالد والوالدة تبه جيدا لهذه النقطة مراث الأجداد من الأحفاد ومراث الأحفاد من الأجداد يكون من خلال ماذا؟ من خلال واسطة هي الوالد والوالدة يعني الجد والجدة يرثون من حفيدهما بواسطة ولدهما الذي هو والد هذا الحفيد أو والدته والحفيد يرث من الجد والجدة بواسطة والده الذي هو ولد الجد والجدة لتقريب هذه الصورة إلى الذهن سنأخذ مثالا واضحا يبين لنا هذه القضية لأنها بالحقيقة هذه قضية مهمة جدا يتيه فيها الكثيرون لنفرض أن الجد أنجب ولدين اثنين هما محمد وفاطمة الجد أنجب ولدين هما محمد وفاطمة ولنفرض أن محمدا أنجب ولدا أنثى حفيدة لهذا الجد اسمها هدى وأن فاطمة أنجبت ولدا ذكرا حفيدا لجد اسمه أحمد إذن عندنا الجد له ولدان هما محمد وفاطمة وله حفيدة من ولده محمد اسمها هدى وله حفيد من بنته فاطمة اسمه أحمد لو فرضنا أن ولدي الجد محمد وفاطمة ماتا قبله يعني محمد وفاطمة ماتا قبل الجد قبل والده ما يعمل وبعد ذلك مات الجد هنا سيرث الحفيدان هدى وأحمد من الجد وهنا انتبهوا جيدا لا يعنينا جنس كل منهما هنا لا يعنينا جنس كل منهما لا يعنينا جنس كل من الحفيدين لا يمكن القول أن أحمد سيأخذ مثلي ما تأخذ هدى كونه ذكرا وكونها أنثى أبدا أبدا جنس الأحفاد لا يعنينا في ميراتهم من الأجداد ما يعنينا هو جنس والد الحفيد ما يعنينا هو جنس والد الحفيد لأن الحفيد سيرث من الجد بواسطة حال والده الذي هو ولد الجد ذكر أن كان الولد أم أنثى وهنا نرى أن هدى ستأخذ مثلي ما يأخذه أحمد هنا هدى ستأخذ مثلي ما يأخذه أحمد لأن هدى سترث من الجد بواسط حال والدها سترث بواسط حال والدها الذكر محمد وأحمد سيرث من الجد بواسطة حال والدته الأنثى فاطمة وبالتالي هدى ستأخذ مثلي ما يأخذه أحمد كل منهما يرث من الجد بواسطة حال الوالد أو حال الوالدة يعني جنس الوالد أو الوالدة هو الذي يحدد ما يأخذه الحفيد كما بينا الآن لنفرض العكس لنفرض العكس لنفرض أن الوالدين محمدا وفاطب متى أولا وبعد ذلك مات الحفيدان هدى وأحمد وسيرث الجد من الحفيدين لنفرض ذلك هنا أيضا الجد سيرث من كل حفيد من هذين الحفيدين بواسطة حال والد هذا الحفيد يعني الجد سيرث من هدى بواسطة حال والدها محمد وحال والدها محمد هو أنه ولد ولد للجد له ولد هو فاطمة ذاتها وبالتالي فالجد هو والجد معا نسبته مع السبس كون الجد والجدة أحد خطي الأبوة والجد سيرث من حفيده أحمد بواسطة حال والدته فاطمة وحال والدته فاطمة أنها ولد للجد له ولد هو أحمد وبالتالي فالجد والجدة معا نسبتهم هي السدس دائما سواء كان الحفيد ولد أم لم يكن سواء كان الحفيد ولد أم لم يكن لماذا؟ لأن الجد والجدة لا يريثان من الحفيد مباشرة إنما يريثان منه بحال والده الذي هو ولد للجد هذا أمر مهم جدا يجب علينا أن نقف عندهم أيضا أقول عندما وقفنا عند قوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك كان له ولد وعرفنا أبوه لاحظوا قلنا الأب يشمل كلمة الأب تشمل الوالد والوالدة والعم والخال والجد باتجاه ومعلا وقلنا آنذاك هنا في مسألة الميراث وفي هذه الآية الكريمة يستثنى الأعمام والأخوال قلنا يستثنى الأعمام والأخوال نعم العم أب ليبني أخيه لكن إن ورثه سيرثه بواسطة حال أخيه وحال أخيه أنه أخ وهنا لا ميراث للأخ كوننا لسنا أمام مسألة كلالة وكذلك الخال أب لابن أخته لكن إن ورثه سيرثه بواسطة حال أخيه وحال أخيه أنه أخيه وهنا لا ميراث للأخ كوننا لسنا أمام حالة كلالة من هنا قلنا كلمة ولأبويه في قوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد تفتح خطي الأبوة من الوالد والوالدة كأساس باتجاه الأعلى استثناء للأعمام والأخوال كلمة أب لا تتغير دلالاتها ما يتغير هو جوهر المسألة التي ترد بها كلمة أب ونعود فنقول الأبوة بمستوى الوالدين هي الأساس فالوالدان أو إحداهما في حال لا يوجد ولد المورث منه يذهبان بالباقي أو يذهب إحداهما بالباقي بعد أخذ الزوج نسبته المذكورة في القرآن الكريم وبعد أخذ الجد والجدة والسدس في الخط الآخر إن وجده إذن إلى أين نصل في هذا البيان نقول هناك ثارق بين مراث الأجداد من الأحفاد وبين مراث الأحفاد من الأجداد في مراث الأحفاد من الأجداد ينزل الأحفاد في حظ والدهم أو والدتهم من الجد أو الجدة وكأن والدهم أو والدتهم على قيد الحياة وهما من يرث فحصة الوالد والوالدة المتوفين قبل الجد تنتقل إلى أولادهما كما هي دون أي تغيير فيها بينما في مراث الأجداد من الأحفاد فإن نسبة كل خط من خطي الأبوه هي السدس يعني الجد والجد معا في كل اتجاه نسبتهما معا هي السدس سواء كان الحفيد ولد أم لم يكن له ولد نسبة كل خط من خطي الأبوه بمستوى ما فوق الوالدين والسدس دائما للجد والجدة في كل خط كما قلنا لماذا؟ لأن الجد يرث من الحفيد بواسطة حال والد الحفيد وحال والد الحفيد أنه ولد له ولد وهذا الحفيد ذاته وبالتالي فالجد والجدة في كل خط من خطي الأبوه نسبتهما معا هي السدس وحينما يكون بأحد الخطين والد أو والدة فالوالد أو الوالدة يعد أساسا يذهب من الباقي بعدما يأخذ الجد والجدة في الخط الآخر السدس وبعدما يأخذ الزوج نسبته أحيانا الأمثلة تقرب الصورة سأتيكم ببعض الأمثلة لبيان هذا الأمر مثلا لو ترك إنسان خلفه أما وزوجه وجدا وجدة بجهة والده الجد والجدة معا نسبتهما هي السدس كما بينا أي 4 على 24 الزوجة نسبتها هي الربع أي 6 على 24 الباقي تذهب به الأم أي 14 على 24 لماذا لأن الأم هي الأساس كما بينا مثال آخر لو تركت امرأة خلفها والدها وزوجها وجدها وجدتها باتجاه أمها الزوج نسبته هو النصف أي 12 على 24 والجد والجد معا نسبتهما السدس أي 4 على 24 والوالد يذهب بالباقي وهو 8 على 24 لماذا لأن الوالد هو أساس مثال آخر لو ترك رجل خلفه جدا وجد باتجاه والده وجدا وجد باتجاه والدته فقط هنا في هذه الحالة نحن أمام قوله تعالى ما هو محمود بالقول تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواء فليأمه الثلث يعني خطاء الأبوة ليس معهما وارث وكلاهما بمسهما فوق الوالد وبالتالي فخط الوالد له الثلثان خط الوالد له الثلثان وخط الوالد له الثلث يعني الجد والجد باتجاه الوالد لهما 16 على 24 والجد والجد باتجاه الوالد لهما 8 على 24 مثال آخر لو ترك إنسان خلفه جدا وجد باتجاه والده وجدا وجد باتجاه والدته وزوجه وإخوة الجد والجد باتجاه الوالد معا نسبتهما السدس وكذلك الجد والجد باتجاه الوالده والزوجة نسبتها الربع والأخوة شركاء في الثلث أما نصيب كل طرف فيخضع لقانون الميراث كما سرى إن شاء الله تعالى أيضا لنأخذ مثال آخر لو ترك رجل خلفه أخا وزوجة وجدا وجدة باتجاه والدته الأخ نسبته السدس والزوجة نسبتها الربع والجد والجدة نسبته معا السدس ونصيب كل طرف يخضع لقانون الميراث كما سنرى إن شاء الله تعالى مثال آخر لو تركت امرأة خلفها زوجها وإخوة الزوج نسبته النصف والأخوة معا شركاء في الثلث ونصيبه كل منهما يخضع لقانون الميراث كما سنرى إن شاء الله تعالى مثال آخر لو ترك رجل خلفه أما وإخوة وزوجة الأخوة لا شيء لهم لأن الأم تحجبهم والزوجة نسبتها الربع أي ستة على أربع وعشرين والأم تذهب بالباقي أي ثمانية عشر ثمانية عشر على أربع وعشرين إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة أدعكم بحفظ الله تعالى ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مولاي إني ببابك قط بصدت يدي ماللي ألود به إلاك يا سندي ماللي ألود به إلاك يا سندي